الحوار اللي انت لما بتفتكري تقول لأنا أنا فرحان أولاً لأنا عملت الحوار دا دي أنا عندي بقى حوار عالمي محوار عالمي محمد صلاح طبعاً ده بالنسبة لي شكراً يعني بعد اللي بيحصل دلوقتي ومحمد صلاح بقى لعيب عالمي ده بلقاء بالنسبة لي تاريخي وأنا بسكروله على تيك توك كل شو ألاقي فيديو محمد صلاح مع كيف حالك موساعتها كان محمد صلاح جاهله عرض من بازل وكان ما كانش لسه طبعاً شهر كان بلعف المقاولين وكان طالع بشكل كويس وكلم اسلام صادق قال له المقاولين جايلي عرض من بازل ومقاولين رافض اللي أنا أطلع العرض ده فأنا أنا 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 كنت بلعف المقاولين وعلاقتي قوية جداً بساعت المسؤولين في النادي المقاولين العرب فمحمد صلاح طلب أنه يطلع معي حلقة عشان نضغط على إدارة المقاولين عشان يوافقوا الله دي نقطة معلومة فإسلام صادق قال لي عايزين بكرة نستضيف محمد صلاح لعيب المقاولين قال لي لعيب المقاولين لنسا طالت له ماشي قال لي جايله عرض من بازل وكده ومش عايزين يوافقوا على العرض ده في نادي المقاولين العرب فعايزين نطلعوا معنا وإيه نجيبر المسؤولين في نادي المقاولين على التليفون ونحاول نساعده إن هو يطلع عرض بازل حلو فجي محمد صلاح وعملنا حلقة حلوة قوي وجبنا المهندس شريف حبيب كان ساعتها أعتقد عدو مجلس إدارة أو نائب رئيس نادي المقاولين العرب وموجودة للمقاولين دي على النت طبعا من البركة لكل الشيء أشوفها وفي حتة تحديدة اللي كان بيسأله على هتلعب بريال مديد ولا برشلونة فهو ساعتها قال لك هلعب برشلونة هلو بحب برشلونة بيحب برشلونة فجيبنا بالمهندس شريف حبيب وكده وقلنا له محمد جايله عرض طب ليه أبش مهندس ما تخلوه يروح يلعب في بازل وكان ساعتها كمان قبل الأولمبياد كان أعتقد أولمبياد 2012 2012 في لندن صح فكان قبليها على طول فقال لي يا كريم أصل ما جاليش حاجة فلتولأ فمحمد صلاح كان جايب العرض معاه فطلعنا العرض على الشاشة فلتولأ أبش مهندس العرضة هو ويعندي فرصة كويسة كان حتى ساعت أنا فاكر كان عرضين مليون ونص يورو على نادي المقاولين عشان ياخده محمد صلاح وكان فيه اسمه جورج اللي هو المسؤول بتاع نادي بازل أو الوكيل كان جاي مصر فقلت أبش مهندس عندي فرصة كويسة لمحمد صلاح وكده فقال له خلاص محمد تعالي بكرة وحنشوف الموضوع ده وكده وفعلا محمد راح له تاني يوم المكتب في نادي المقاولين العرب وجوه من الناس من بازل زودوا العرض شوية لمليون سبعمائة وخمسين أعتقد وحطوا في الرسيل اللي فادت المقاولين اللي غاد الوقت بيقضت فيها فبعد الحلقة دي والتواصل اللي حصل مع المهندس شريف حبيب وكان معايا محمد صلاح في الستوديو الصفقة تمت لا شكرا لا شكرا لك فديتت حاجة شكرا عشان في الأول كان الموضوع بالنسبة لي عادي العيب راح بازل لو بتحصل لك كل يوم لكن دلوقتي بعد ما محمد صلاح ربنا كرامه روما وليفر بول واحسن العيب في العالم وكده دي بالنسبة لي حاجة تاريخي طبعا طبعا طبعا